الجيل الحالي يعني زي ما بقولك هو جيل مميز جداً وجيل مزيج من الخبرة والشباب عندنا عناصر مميزة زي عمر مروش عمر كمان من اللعيبة الهايلا على مستوى الديسيبلينا على مستوى بيلعب في البوندزليجا بشكل كويس ويمكن خلال الثلاث سنين اللي فاتوا هو كمان مر بعملية ترانسفير شوية كان بيلعب في بولسبورج بارين رحسن فاولي في الدرجة التانية لكن اللعيب مميز يحسب طبعاً الكروش انه نضمه بشكل كبير واداله الثقة وده اللي عايز اتكلم عليها انك واحد زي محمد عبد المنع في مفاجئة البطولة اعتقد دي جاية من شخصية بقى المدرب ثقافة المدرب ودير الرسالة اللي عايز اقولها كمان ان المدربين على مستوى الاندية على مستوى المنتخبات ادوا لولادنا فرصة ما تقولش خلاص ولد عنده عشرين سنة ما تقولش ده لسه صغير وخبراته لازم ياخد الخبرات دي من يقول ان محمد عبد المنع عنده اتنين وعشرين سنة بيلعب اول بطولة افريقية بالنسباله بطولة كبيرة جداً وبيظهر هذا المستوى لو كروش ما جابش مثال زي محمد عبد المنع عندنا امثلة كتيرة زي محمد عبد المنع امثلة كتيرة جداً فلازم طبعاً ان احنا يكون عندنا عندنا الجراءة شوية انك تدي الولاد الصغيرين وما تخافش يعني دي دي انا كمان اتعلمتها في المانيا المانيا بيشتغلوا بالنظام دوت ولد عنده سبعتاشر سنة ينزل ويلعب مع الفريق الاول وبيقصر الدنيا ممكن جداً ما يكونش في الاول كويس لكن عندهم ثقة فيه احنا بنشوف دلوقتي على مستوى انت بتكلم على المان يونيتد انت بتشاجع المان يونيتد بتشوف لعيبة راتشفورد بقاله دلوقتي تلات سنين ولعبة عنده تمنتاشر سنة فالثقافة دي انا في اعتقاد الشخص انها لازم تنعكس على اعطاء الثقة للناشئين فابيو الحمد لله كويس ابني كان طبعاً بيلعب في النادي الاهلي لكن طلع يدرس في لندن فمعلش جات له اصابة ربنا يكون في عونه فجاله كان عنده رباط صليبي وتعالج منه بقى كويس بس يعني خد بقى خد الدراسة نفسه يبقى فيه يعني مسيرة لنعيلك يعني ربنا طبعاً طبعاً الحتة دي كمان مهمة جداً ان خلص هو اللي بيحدي طريقه يعني كان معايا كده مناشى حادة معاه شوية لان المداربين وحتى في انجلترا قال هو كويس بس محتاج شوية انه يشتغل بدنياً فهو اتكلمت معاه فقال لا انا حابب الدراسة وده طريقه فخلاص يعني مفيش ضغط عليه يعني ان شاء الله ربنا وفاه في الواقع ان شاء الله شكراً لكم شكراً لكم شكرا